السلام عليكم سعد الله يومكم كل اوقاتكم يا رب جيتكم اليوم بوصفة جديدة ولذيذة وشكرا لكل اللي يسألوا وليش يا سوسو ما تنزلي وصفات والله احيانا ما يكون في شي يعني جديد فماني حابة اني اه انزل لكم شي مكرر يعني مو الهدف بس اني انزل الفيديو الهدف انه تستفيدوا من الشي اللي انزله فما حبيت ان انزل اشياء مكررة جيتكم اليوم بوصفة جديدة اه سويتها انا على الفطور جدا لذيذة عندي هنا بصل قطعته مع اه فلفل رومي فلفل حار بقدونس لاخبطت كله مع بعض وحطيت عليه ملح وفلفل اسود طيب هذه هي الجزء الاول من وصفة اليوم اه جبت هنا صينية فرشت فيها ورق زبدة وحاوزي على الخضار هذي اللي قطعتها في مكانين كده بعيدة عن بعضها ما تشيلهم ما يحتاج انك تدهني زيت ولا شي اه لان ورق الزبدة ما حيمسك طبعا اه قبل ما تبدي بذي الخطوة شغل الفرن انا شغلته من فوقه من تحت على حرارة وسط تقريبا حرارة 200 وحنستخدم الصينية هذي في الرف الوسط زي ما انتو شايفين وزعت الخضار ذي الطريقة وسويت شوية تجويف عشان اه حطيت البيضة لان ابغاها تكون ثابتة يعني البيض ما بغاها تتحرك بمكانها رشيت عليها فلفل اسود وممكن تضيفي جبنة جبنة شدر جبنة شرائح مزرلة بس انا ما حبيت اكتفيت بالبيض واضفت عليها العجينة الجاهزة اللي هي البراتة هذي العجينة الجاهزة المجمدة بالشوكة حاولي تضغطيها للاطراف عشان تثبت ما تخرج الحشوة وبعدين ادهاني الوجه باللي تبغي حابة بيض حابة حليب بيض وحليب انا هنا حقيت اه صفار بيضة وشوية حليب عشان تعطيها لمعة وادهاني من كل الجهات خاصة الاطراف كده عشان تيجي مقرمشة لذيذة يا بنات قد ما اقول لكم من جد لذيذة وسريعة سريعة ما تاخذ وقت يعني الفطور تحب تنوع لعيالك الزوجك قبل الدوام يعني طبق لذيذ هذه الفطير اللي استخدمتها اي شركة استحبت اهوريكم اللي استخدمتها انا براتة سادة فطيرة سادة ممكن تحشيها برضه باي شي يعني هي كخيار لفطور وغير فطور مرة لذيذة جبنا سائلة جبنا بيضة مع كاسة شاه يا سلام هنا بعد ما استوت اقل من عشر دقائي قلت لكم انا مشقلة فوق وتحت حطيتها في الرف اللي في النص وما شاء الله استوت وريحتها تاخذ العقل آآ شلتها من ورقة الزبدة شايفين الحمد الله ولا مسكة والحشوة ولا شي ماسكة في نفس الفطيرة شايفين لسه الدخان يخرج منها حارة حالات الوساط اللي زي كده تتاكل على طول في نفس الوقت لا تخليها تبرد لانه فطير عجين وبيض فلما يبرد ما حيديك نتيجة حلوة قطعت كل واحدة اربع قطع قدميها مع كاسة شاهي مع زيتون مع شرائح خيار طماطم وجبة فطور لذيذة ومتكاملة يعني من جيت طعم البيض مع البصل مع البقدونس كده جاي آآ ميكس لذيذ بالمرة شايفين كيف حطيتها كده في التقديم وجمبها كم حبة زيتون مستوية من جوة يعني ما تشيل اهم انها ما حتستوي ابدا يعني والله تقريبا ثمانية دقائق لان الفرن حامي كمان عندي ثمانية دقائق استوت اتمنى تجربوها وتعجبكم وعلينا وعليكم بالف عافية اشتركوا في القناة